ستح سعادة وزير صناعة وتجارة وسياحة السيد زايد براشد الزياني النسخة الثالثة من ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2016 والذي أقيم تحت الشعار التجارة الإلكترونية منصة بحرينية لسوق عالمية وأكد الوزير الزياني أن إقامة الملتقى يشكل غرسا لبذرة تعاون مستقبلية مثمرة بين القطاعين العام والخاص من أجل التأسيس لمجتمع إلكتروني يمارس التجارة الرقمية بوعي وكفاءة كما أكد الوزير الزياني أن التجارة الإلكترونية تفتح أفاقا جديدة أمام المؤسسات التجارية لتعزيز القدرات الاقتصادية والتنموية في البلاد بما يتماشى مع خطط ورؤى الحكومة الرامية إلى التحول التدريجي نحو مجتمع الاقتصاد المعرفي نظمت جمعية مديري الأصول البحرينية حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول الهياكل القانونية للملكية والكيانات الاعتبارية ذات الأغراض الخاصة في الأعمال المصرفية والأنشطة الاستثمارية وإدارة الأصول وقد ناقش المشاركون في الحلقة النقاشية دراسة وتقييم الفرص المتاحة من خلال هذا القطاع المهم في نسيج وأطرحات المراكز المالية والمصرفية الدولية وكيفية تعزيز مكانة البحرين كمركز أقليمي لقطاعي المال والأعمال المصرفية والاستثمارية كما ناقش المشاركون الفوائد الاقتصادية للأنشطة المتعلقة بالكيانات الاعتبارية ذات الأغراض الخاصة إلى جانب التطرق إلى طرح أفكار مختلفة حول كيفية إيجاد وتنشيط هذا القطاع في المملكة صادقة الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الوطنية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من رأس المالي أي ما يعادل مليون وثلاثمائة ألف دينار أي ما قيمته 12 فلسا لكل سهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي ووفقت عمومية شركة الفنادق الوطنية على تخصيص أكثر من 260 ألف دينار لحساب الاحتياطي القانوني واعتماد مبلغ 50 ألف دينار لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية كما وفقت عمومية الشركة على ترحيل أكثر من مليوني دينار إلى حساب الأرباح المستبقى إضافة إلى المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2015 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر